أنا لما صرت للناس وقفت فيها قولي أنا أروح فين يا دكتور جمال السؤال ده كان أكبر صدمة بالنسبة لي شخصية لأن أنا كنت أمارس عملي من منطلقي الشرع والدعوة وبالتالي أنا مش مسؤول عن التنظيم ولا إدارته ولا السياسته تقول إن سياسي فأعرف أقول للناس تروحوا فين أه وأنا أخترت المكان وهي أختار غيره لكن الناس عشان شايفاني أنا بوجه في الجزء السياسي والمفاهيم والقيام فهم فهمين اللي موجود ده يبقى هو أكيد القيادة الكبير فبالنسبة لي ده كان الصدمة مش قليلة على مستوى الشخصي الناس منتظرين يقول لهم تروحوا فين أنا لأقول لهم روحوا فين لأنا ولا لأي حد عن فكرة أخوة الشرعيين كان دي مسؤوليته أذا كان ده شغلية طيب على ذكر المنصة أيضا والخطاب الشرعي البعض كان بيرى أن خطاب الشرع دوت كان حماسي جهادي البعض الأخر يرى أنه هو كان بيحاول يدغضغ عواطف الناس ببعض رؤى والأحلام اللي كانت بتطلع تتقلع على المنصة الكلام دوت أنت زي كنت شايفه أولا لأنه لم تكن هناك منظومة توجه الناس فكان بييجي أي حد من أي تياري يطلع يقول له خاطرة يقول الفكرة يقول له إيه أنت بتتكلم في ثورة بتتكلم في حرية يعني دي مش إذاعة مش قناة مكملين مش قناة مش عارفين أعلم أنت بتتكلم في منصة جماهيرية جزء ضخم جدا من الناس بيتكلم بلو عايزوا أي حد بيقوله اللي هو عايزه آآ مش ده مش ده مصنوع في الداخل فأطلع انت أطلع دغدغ مش عارف الناس وانت أقول له لا ده ناس بتتكلم ورأها والناس تقبل من ده ما تقبله وترفض منه مطف نعم في بعض الحاجات كان فيها مغالاة وفي حاجات تم توجيهها يعني بعض ناس يقولي أنا رأيت كذا فليس كل من رأى لازم يكون هو كده ده حلم الأحلام قد يتحقق بعد عشرين سنة وقد لا يتحقق أبدا وقد تكون حاجات كتيرة بس هو باح باح ورأة المجموعة الرأة دي لأسف الشديد أصبحت منهجية شوية ودي أنا أقول لك أنا كنت بتحرك في الميدان كتير كل مامشي خطين راح يقولي أنا شوفت رؤية مش عارف ايه فكان فيه تلبس بحكاية الرؤية دي والناس في الأزمات حقيقة طبيعي في الأزمات بيبقى أحد أسباب الهروب من الواقع أنه بيهرب إلى عمق عالم الرؤى وذلك تم تجد الناس في السجون والموارده حاجات دي عنده موضوع الرؤى ده أساسي في الحاجات دي مع عدم قدرته على أي وسائل أو أي عمل حقيقية طب أنت ملحسش يا دكتوري أن الموضوع ده مثلا محتاج مراجعة أو محتاج مثلا تكلم من أشخاص اللي بيتكلموا بهذا الشكل على المناصر والله كانت فيها بعض الحاجات دي كنا منتناقشها مع بعض في الجلسة أو نوجه صاحبها وتقريبا يعني محدش كررها مرتين اللي عملها مرة يعني ما تكررتش مرتين لكن في الأول لم تكن ظاهرة بل ما زالت شوية قلنا للناس يعني ده مش جيد لكن إحنا كنا متلبسين برضه بنقطة مهم جدا إن إحنا نقول للناس هنا إحنا بأنه حارب علشان حرية الناس مش عاوصية عليهم فالمنصة دي كنا بنحاول نظهر بكل مؤتمر هو أنها ليست منصة تنظيم ولا منصة جماعة ولا منصة مجموعة ولا منصة إيديولوجيا معينة واللي عنده أن الجمهور عنده وعي يستطيع أنه هو يميز ويفرز الصواب من الخطأ وده اللي احنا كنا بنتمنى لبلدنا إن كل الناس يقول للعزاء والشعب يقبل ما يقبله ويعرف الجنفوض ومحناش أوصية على شعوب ودي كانت مهمة جدا